والنقطة الثالثة يعني قلنا أن هناك ثلاث خصائص الخاصية اللولة هي عودة السلطوية الخاصية الثانية هي قوانين فارغة ما كنت تحقق حتى شي تقدم البلادنا من ناحية الحقوقية الخاصية الثالثة هي استفحال الفساد والاستبداد في 2012 لما طلعت الحكومة دي البنكيران كنا في الرطبة 80 فرشوا والفساد اليوم احنا في الرطبة 88 بمعنى تخلفنا والتراجعنا بثمانيات الدرجات في الفترة دي الحكومة دي البنكيران لماذا؟ لأنه وقع تحالف بين الطيار الإسلامي المحافظ وبين اللوبيات المخزنية داخل الدولة وتم التحالف في هذا الفساد وكالقاء الآن بأن جميع الناس اللي يقولوا أنهم سيحربوا الفساد في البداية إلى أهد الحكومة اللي دزت لما دخلوا الحكومة تحالفوا معه للأسف وسكتوا عنه وإحنا كنقولوا بأن المفسد ماشي هو فقط اللي كيشد الرشوة بل هو اللي كيسكت عليها أيضا لأن الحزب الأغلبي حزب العدل والتنمية كيضحك على الناس وكيقول لهم إحنا ناس نضاف إحنا ما كناخدوش الرشوة إحنا ما كنساهموش في الفساد أكبر حزب يساهم في الفساد هو حزب العدل والتنمية لأنه وضع يده في يد المفسدين وسكت عليهم وحماهم داخل دوليب الدولة واستفد معهم لأنه خلق لبيات داخل الدولة وخلق يعني مافيات إدارية وغيرها تشبها منه بالمخزن وهذا هو اللي كيفسر الصراع الحالي بين السلطة وبين هذا الحزب لأنهم في الواقع كي ينصراع داخل دوليب الدولة كل واحد كيبغي يمكن لنفسه ولكن الغائب الكبير هو الطموح نحو ترصيخ دولة القانون وترصيخ الديمقراطية شنه هي النتيجة دير هذا الشيء كله النتيجة هي تراجع المغرب في جميع تصنيفات لا في التنمية البشرية ولا في التعليم ولا في البيئة ولا في كل المجالات كالقوح التراجع كبير وخطير النتيجة الثانية هي أننا في حياة سياسية بدون مصداقية 70% دير المغاربة كانوا خارج اللعبة السياسية في الانتخابات دير 7 أكتوبر الماضي 30% دير للناس اللي صوتوا صوتوا لأنه كان هناك مال يوزع سواء من طرف الحزب الأغلبي اللي كيددعي أنه ماشي فاسد أو لأحزاب الأخرى فقط حزب العدل والتنمية عنده طريقة دكية باش كيشرين الأصوات وهو أنه كيوزع لقفة دير سكورو الزيت دقيق في مدن الصفيح وفي الأحياء الشعبية باش يضمن واحد الكتلة ناخبة وفيها ولكن كيضمنها بأنه كيشرها بالمال فيه المال العام دير المغرب لأن حزب العدل والتنمية خلق آلاف الجمعيات في مختلف مناطق المغرب وكيخرج لها المال العام بمعنى خلق مجتمع مدني دياله باش ما يتعاونش مع المجتمع المدني اللي كين لأنه كيعتبره علماني وما كيعترفش به فخلق مجتمع مدني دياله خلق حركة نسائية دياله خلق حركة أمازيغية دياله خلق حركة تقافية دياله وكيخرج لها الفلوس وبجانب هذا بطبيعة الحال بجانب المال المغربي كين المال القطري وهذا شيء معروف التيار الإخواني العالمي يمول في الانتخابات من طرف دولة قطر لأن الهدف ديالها الهيمنة استراتيجيا من خلال التيار الإخواني على كل الدول ديالشمال الفريقية والشرق الأوسط وقد تم إفشال هذا المخطط في مصر للأسف القلاب العسكري عوضر بالأمور كلها إلى بين يدي العسكر عوض ما تحقق نتائج ديالتورة في تونس كذلك تم إسقاط حكومة حزب النهضة بعد اغتيال المناضلين اليساريين ويعني صعود المخيف للتيار السلافي والإرهاب والصراعات داخل المساجد والاعتداء على النساء ففي المغرب الآن هناك تصادم وصراع بين يعني السلطة يعني الحكام الفعليين وبين الحزب الإخواني لأن يعني هناك صراع حول السلطة وحول النفوذ وحول مراكز الثروة بطبيعة الحال ولكن للأسف ليس هناك صراع من أجل الديمقراطية القوى الديمقراطية ضعيفة الأحزاب السياسية ما بقتش عندها قواعد وصبحت تتراجع بشكل كبير القوى اللي هي يعول عليها في الدفاع للديمقراطية كتبقى قوى متشردمة مشتتة متفرقة بجانب هذا من نتائج الخطيرة أيضا هو يعني الإضعاف الكبير للأحزاب السياسية وهدبان في الانتخابات الأخيرة وزيادة اللي كانت في عدد المقاعد الحزب الأغلبي كانت بسبب المحاولات دير السلطة تحجيم ديره وهذا جعل أن حتى الناس لم يكنوا قاعك صوته جوي صوته لأنه معتبروا أن الحزب الإسلامي حزب محقور حزب حكم مدة خمس سنين استفد من المال المعام ومن الميزانيات وخلق لوبيات ديره وخلق مجتمع مدني ديره من المال العام وأيضا الناس ديره تبرعوا في السيارات الفاخرة وفي الفلاس وثم في نهاية الولاية ديره يجي يقول لنا بأنه حزب مظلوم ومحقور باش ما يتحسبوش مع هالناس على حصيل الحكومية الكارتية اللي وصل لها المغرب إذن المغرب أمام زوج ديال يعني القوى قوى المخزن التقليدي وأيضا يعني قوى يعني الإسلام السياسي ممثلة في حزب العدل والتنمية والمتحالفين وعام الطيارات الإسلامية الأخرى بجانب هذا كان لقوا أن من نتائج المرحلة أيضا تزايد العنف دير القوى العمومية الشارع ضد المتظاهرين يعني عنف لا أحد يفسره في المغرب إذا مشيت عند وزير الداخلية بنفسه يقول لك أنا ما أعطيت أوامر ديال هذا العنف مشيت عند رئيس الحكومة يقولك ما أعطني يجهد العنف هناك عنف كبير ديال القوى العمومية في الشارع والمصدر مجهول وشباحي شباحي في الدولة وبطبيعة لحال هذا الأسلوب هذا معروف ونتيجة دياله هو العرق ديال المصر الديمقراطي ومحاولة تكميم الأفواه ومحاولة إسكات كل الأصوات المعارضة ولهذا كانت تألم بمناسبة عشر ديالجانبير أننا في المغرب ما حققناش الديمقراطية اللي كنا نحلم بها ما حققناش الخطوات اللي كنا نحلم بها بل على العكس من ذلك وقعت تراجعات ومنها ما وقعت في موضوع الأمازيغية مثلا من 2003 دخلات الأمازيغية للتعليم على أنها لغة إلزامية وعلى أنها ستتعمم أفقيا وعموديا وعلى أنها ستتوحد وعلى أنها ستكتب بالحرف لها الأصل تيفيناء هذا الشي كله الآن المجلس الأعلى للتربية والتكوين اللي نحن غير ممتلين فيه فيه الأحزاب وفيه النقابات وفيه التيار الإسلامي والتيار القوم العربي ونحن غير موجودين وهذه النس هذو اللي كانوا دائما ضد حقوق الأمازيغية ولو هما اللي كيوضعوا لها القوانين وهما اللي كيوضعوا لها التصورات للأسف وكان عرفهم بالأسماء ديالهم ناس كانوا معادين دائما للحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية ولو لهم كيقرروا في مصير الأمازيغية وهما أيضا اللي كانوا في اللجنة ديالصياغة ديال مشروع يعني القانون التنظيمي لتفعيل شاركية داروا مع الأمانة العامة للحكومة ولكن داروا أيضا بهذه النس اللي هما مستشارون وخبراء ديال رئيس الحكومة واللي يعني تراجعوا بشكل واضح في هذا المشروع على المكتسبة ديال الأمازيغية من 2003 شنه هو الحل الآن لا حل إلا تضافر جهود القوى الديمقراطية من أجل التأسيس لجبهة وطنية للديمقراطيين جبهة مغربية للقوى الديمقراطية من أجل تشكيل نوبي قوي سياسي ومدني ضاغط في الشارع وفي كل الفضاءات من أجل إسماع صوت المغاربة الأحرار المغاربة اللي ما كيتشروش بالمال المغاربة اللي ما يمكنش المساوى مديلهم لابد أن المغاربة يحسموه واش بغوا الديمقراطية أو ما بغوا هاش إلا بغوا الديمقراطية عندها أسس ديلها وعندها قيم ديلها وماشي يا صناديق الاقتراع كيف يحاول حزب العدل والتنمية يوهم الناس حزب العدل والتنمية بغوا يختزل الديمقراطية فقط في صناديق الاقتراع باش يعمل ديكتاتورية الأغلبية وباش يعمل الوصاية على المغاربة وعلى العقول ديلهم وباش يدوز المخطط الآخر ديله اللي هو الأخوانة والأسلامة وهذا الشي كله ضد الاتجاه ديلنا نحو المستقبل الديمقراطية هي فصل الصلط قبل صناديق الاقتراع في الدستور الديمقراطية هي المساواة التامة بين الرجل ومرأة قبل صناديق الاقتراع الديمقراطية هي الحريات العامة والفرضية الاحترام ديلها بشكل كامل قبل صناديق الاقتراع الديمقراطية هي سمو القانون فوق الجميع حاكمين ومحكومين الكل يخضع للقانون ويحترموا الديمقراطية هي التدبير المعاقلان للمؤسسات ومنين هاد الشي كله يترصى في دستور ديمقراطي عند ايدين كيمشيوا الناس لصناديق الاختراع هم مطمئنين اما باش تمشي لصناديق الاختراع فوضعي دي الغنوض ودي الهشاشة اشنو كتصنع كتصنع المزيد من الاضطرابات وهذا والي كي جاوب على السؤال الكبير علاش في شمال الفريقية والشرق الاوسط كتنضم انتخابات وما كتعطي حتى شي نتيجها كي بقى الاضطرابات كي بقى والصراعات كي بقى الاقتتال كما هو في سوريا والعراق واليمن والليبيا وكي بقى التشكيك في المرحلة كلها وكي بقى الخوف ديال الناس من السلطة عواد ما تكون ثقة بين جميع الاطراف فاذا القيم هذه ما زال ما ترسخات في بلدنا والدور ديال هذه الجبهة ديال القوى الديموقراطية اللي احنا محتاجين لها هو العمل على ترصيخ هذه المبادئ وهذه القيم في الدستور ديال المغرب والعمل أيضا على تصريفه في قوانين عادلة منصفة في جميع مرافق الحياة العامة كان جدد الشكر ديالي لكم وأتمنى لكم التوفيق وكانتمنى أن السنة القادمة 2017 تكون أفضل من السنة المنصرمة في المجال للحقوق والحريات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر